هل تحب أن يستجيب الله دعائك؟ إن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في أي مكان وزمان ولكن الروايات أعطت خصوصية لبعض الأمور من الأمور المعينة لاستجابة الدعاء تحر الأوقات والأماكن والأحوال المناسبة فمن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند الزوال الثلث الأخير من الليل وساعة من يوم الجمعة ففي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام من كانت له إلى ربه عز وجل حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات ساعة في يوم الجمعة وساعة تزول الشمس وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر فإن ملكين يناديان هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ وهناك أوقات أخرى لاستجابة الدعاء ففي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام اغتنموا الدعاء عند أربع عند قراءة القرآن وعند الآذان وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين للشهادة ومن الأماكن المخصوصة لاستجابة الدعاء تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام ففي الرواية أن الله عوض الحسين عليه السلام من قتله أربع خصال جعل الشفاء في طربته وإجابة الدعاء تحت قبته والآئمة من ذريته وأن لا تعد أيام زائريه من أعمارهم وهناك أحوال لإستجابة الدعاء ففي الرواية خمس دعوات لا تحجبن عن الرب تبارك وتعالى دعوة الإمام المقصط ودعوة المظلوم ودعوة الولد الصالح لوالديه ودعوة الوالد الصالح لولده ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب ترجمة نانسي قنقر